ترأس سعادة السيد جميل بن محمد علي حمدان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وفد مملكة البحرين في عمال المؤتمر السابع عشر لوزراء العمل والتشغيل لدول آسيا والمحيط الهادئ الأعضاء في منظمة العمل الدولية والذي تعقده المنظمة في جمهورية سنغفورة ويناقش المؤتمر أهم المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مجال العمل المتعلقة بدول آسيا والمحيط الهادئ بشكل خاص ووضع خطط وبرامج منظمة العمل الدولية والموازنات المخصصة لها إضافة إلى المشروعات والبرامج الخاصة بنمو الوظائف وأفضل التجارب الناجحة لمواجهة الأثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا على اقتصادية العالم وانتعاش أسواق العمل مع انحسار الجائحة فضلا عن بحث تعزيز التزام أطراف الانتاج الثلاثة بمعايير العمل الدولية خاصة في مجال تعزيز الحوار والتعاون لتحقيق المزيد من الاستقرار وتوليد الوظائف ترجمة نانسي قنقر